تطور مفاجئ في مسار الأزمة السياسية في السودان أحدثه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حين ألقى بالكرة في ملعب القوى السياسية المدنية معلنا انسحاب المؤسسة العسكرية من المفاوضات الجارية بين المكونات السودانية برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة التنمية الإفريقية إيجاد قوات المسلحة تعيد تأكيداتها السابقة بالتزامها بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولا لقيام انتخابات يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه البرهان في خطابه طالب القوى المدنية بالانخراط في حوار فوري وجاد بهدف تشكيل حكومة تنفيذية وحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع غير أن الخطوة التي أعلن عنها البرهان لم تنل رضا بعض القوى السياسية إذ يرى قياديون بحزب الأمة القومي أن البرهان لم يكن موفقا في ترك الاتفاق للقوى المدنية لسيما أن الجيش يؤثر على قسم كبير من تلك القوى كما أن من بين التيارات السياسية من يشارك الجيش في مجلس السيادة وفي الحكومة وهو ما قد يؤثر على العدالة في الدور المدني خلال الفترة الانتقالية أما قوى الحرية والتغيير فيرى بعض قياديها أن تكوين المجلس العسكري حسب ما أشار إليه البرهان يؤشر إلى أنه سيكون فوق السلطة المدنية وهو أمر غير مقبول ما يعني أن إعلان البرهان لم يحل الأزمة في البلاد وإنما بدأ فصلا جديدا من فصول الصراع فيها